احمد احنا كنا يعني على مدار اليومين اللي فاتوا كنا نتكلم عن صفقة القرن بالنسبة لي السعودية صفقة انتقال دون كريستيانو رونالدو وتكلمنا على اهمية الصفقة ديان من الجنب التسويقي جنب الارقام يعني وكمان الجنب الفني بس الناس كلها بتتساءل امتى موعد الظهور الاول لكريستيانو رونالدو بقميص نادي النصر اللوائل الناس بكرة في مدار شطائي ويوم الحد هو الحقيقة لشان رونالدو يشارك مع النصر فيه 3 حاجات اللازم يحصنه الاول قبل ما يشارك مع النصر اول حاجة ان النادي اللي واتي حاليا عنده تسع لعيب اجانب فده الشيء اللي هو معيه في الدوري سعوودي بتقول ان كل من نادي يحق ليه 1000 لعيب اجانب! فبالتالي بنضمان رونالدو لأن النصر عنده تسع لعيب اجانب بالتالي النصر اولاً محتاج يتخلى من لعب من التسع hall بالأجانب الذي عنده كيف يتم استخدام لاعب رقم 9 ولوائح فقط 8 8 لعبين أجانب في الفريق كيف يستخدمون التسعة والتاسع وما يعرفون هم سيتخلوا عن مين أو سيبيعوا من أو يمشوا من من الفريق الموضوع بالنسبة لهم ليس صعب فكرة أنت أولا ستضم كريستيان رونالدو لا يوجد فيها مشكلة لكن الفكرة كلها أنه عندهم حاليا ثلاثة اختيارات يفضلوا منهم أن واحد منهم يمشي نسمع مؤخرا أنه عندهم فينسنت أبوبكر مهاجم منتخب الكاميرون عندهم جلالة دي ماشاريبوف الذي كان في فترة من فترات قريب من نادي الأهلي عندهم بيتي مارتينيس هذا لعب أرجنتيني واحد من الثلاثة من المؤكد أنه سيمشي خلال الساعات اللي جاية دي سمعت أنه هناك مشاكل ماشاريبوف عملها عشان هو أصلا كان يرتدي القميص رقم سبعة اللي أخده طبعا كريستيان رونالدو هو الخبر ده انتشر على السوشيال ميديا بطريقة غريبة جدا لدرجة أن بعض الناس قالت أن الناصر فسق عقد مشاريبوف لكن ده خبر كاذب تماما يعني مش مظبوط مشاريبوف حتى على حسابه على الانستجرام خلال المبارح والنهاردة شوفنا بنزل صوره مع كريستيان رونالدو بيرحب رونالدو مشاريبوف هيرتدي رقم سبعة مكانش عنده أي مشكلة خالص ان رونالدو ياخد الرقم سبعة اللاعب لسه موجود لحد الوقت مع النادي وبيتمرى مع النادي تمرى ان النهاردة ومبارح مع رونالدو فطبعا الخبر ده مش صحيح تماما يعني